درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ السابع والعشرين يونيو 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في ساحل يأتي مشروع القانون الحالي في إطار تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة في منطقة الساحل وإلى دعمه برامج الأمن الغذائي من خلال الشراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر المؤهلين وذلك بالمصادقة على التنمية الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في ساحل وسيتم تخشيص غلاف مالي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي المشروع لهذه العملية وذلك عن طريق برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمن الغذائي ومركزية الشراء وتموين السوق مشروع قانون المالي المعدل لسنة 2022 يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة ستصل مستويات التضخم 5.7% في الدول المتقدمة بدل 3.9% وتوقع في شهر يناير 2022 و8.7% بدل 5.9% في الدول الصاعدة هذا إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تشكل تهديدا حقيقيا نظرا للموجات الوبائية المتتالية وعلى رغمه من هذه الظروف وتباطئ نمو الاقتصاد العالمي 3.6% متوقع سنتي 2022 و2023 مقابل 6.1% سنة 2021 فإن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالي الأصلي لسنة 2022 ستبقى بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5% مقابل 4.2% كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022 وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في قطاعات غير استخراجية من جهة أخرى ويهدف مشروع قانون المالية المعدل هذا أساسا إلى مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تقطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة وفي هذا إطار فإن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسير غير الأساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي دون الإخلال بالسير الأمثل لمرافق العامة للدولة إنه قانون المالية المعدل لسنة 2022 والذي يتوازن في جانبي النفقات والإرادات بما في ذلك التمويلات الخارجية عند مبلغ 108 مليارات و142 مليون و161.336 أوقية جديدة مقارنة بمبلغ 88 مليار و500 مليون أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي وستزداد إرادات الميزانية العامة بمبلغ 15.29 مليار أوقية جديدة متأتي أساسا من إرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9.24 مليار أوقية جديدة خارج عائدات المحروقات منها 7.82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وسيبلغ عجز الميزانية 17.7 مليار أوقية جديدة أي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.5 مليار أوقية جديدة أي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في قانون المالية الأصلي مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني يهدف مشروع القانون التوجيهي إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمعي ويسد ثقارات تخلب مظمتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا لذلك فهو يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع كما درس المجلس وصادقه على مشاريع المراسم التالية مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس وعضاء مجلس إدارة مركز استطبع بزوارات مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس مجلس إدارة مركز استطبع بن واذب مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس وعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للمتاحف وعطى رئيس الجمهورية تعليماته القطاعات المعنية بتكثيف عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في كافة المشآت الصحية وعلى جميع المستويات وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانين في الخارج بياناً عن الوضع الدولي وقدمه وزير الداخلية واللا مركزية بياناً عن الحالة في الداخل وأخيراً اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية وزارة الصيد والاقتصاد البحري الإدارة المركزية مديرية البحرية التجارية المدير محمد يسلم الأحمد الحسن رئيس مشروع في الشركة الموريتانية للمحروقات سابقة